نورسين بدون اي مبرر زهلت وضايقت جدا اول ما سمعت ان أسد هيرجعها تاني لأهلها وابتدت تبعد عنه وترجع الورى وهي بتقول انت خلاص مش عايزني صح مش عايزني اكون موجودة معك هنا عاوزت ماشيني عمل لك ازعيج انا صح خلاص برحتك انا همشي وعلى فكرة انا لو مشيت مش هتشوفني تاني وانا كمان مش هشوفك تاني نورسين كانت بتقول الكلام ده وكان طالع من جوه قلبها لانها كانت واسقة ومتأكدة انها لو مشيت مش هتشوفه لكن فجأة وهي بترجع الورى كانت هتقع اسد قام بسرعة والحق وقال لها هو انت على طول كده بتقعي اركز شوية انت مجنونة اما نورسين عدلت نفسها وفرحت جدا انها كانت مقربة من هنيه وفضلت تبسله وهو بيتكلم وكان بيقول نورسين كل اللي انا بعمله ده على شانك لو علي عايزك تفضلي هنا على طول ولا انت بقى حبيتي الخطف نورسين اتكسفت قوي ووشها حمر وطلعت تجري على طول اما اسد كان عمال يبصت لها وكان عمال يضحك من كل قلبه اسد كان بقاله سنين متحكش ولا ابتسم ولا اي حاجة فرحت قلبه غير نورسين اول ما جات له وقلبه ابتدى يفرح وابتدى يحس بالحب بس كان بيكابر البنت دي انا مش فاهم هي عاملة معايا ايه انا اول مرة افرح كده وحس اني مبسوط ان حد بيكلمني بالطريقة دي او حد عايزني وحابب يكون معايا اول مرة حد يتمنى ان يكون معايا كل الناس بيتمنوا بعدي لان بعدي دايما بيبقى جارح مع اني قسيت عليها بس البنت دي غريبة قوي تدخل القلب بدون اي استئزان انا لو علي يا نورسين مش عايزك تمشي اما نورسين تلهت القوضة وكانت عمالة تفكر في كل اللي كان بيحصل معاها وكانت بتقول انا مش عارفة مش عارفة ليه متلغباطة ماما وبابا وحشوني قوي وصحابي بس اسد انا لو مشيت من هنا مش هشوفه تاني علشان كده كنت بتمنى اني افضل قعدة معاه مبسوطة قوي وانا معاه مع انه في الاول كان بيعزبني وبيضربني وقصدني شعري بس ده تغير معايا خالص بقى حنين علي قوي اما البنات راحوا للمستر علشان كان طالبهم بعد الحصة في مكتبه علشان يتكلم معاهم خير في ايه يا بنات انتو بقى لكم كام اسبوع وانتو مش في حالتكم الطبعية مش بتركزوا خالص في الدروس حتى الواجبات بتاعتكم ما بقتش بتكتب زي الاول على فكرة انا كنت ناوي يعني اني عمل لكم استدعاء ولاي امر علشان افهم ايه اللي بيحصل بالزبط بس انتو صعبتوا علي ومرضتش ازعالكم قولولي بقى وحكولي بالتفصيل ايه اللي بيحصل معاكم بالزبط وصحيح فين صحبتكم التالتة احنا دايما كنا بنقول عليكم السلاسة المرح فين نورسين بقى لها كتير مختفية ردت وقالت اولا يا مستر انا اسف اسف على اهمالي للدروس بس بجد غصب عني ونورسين نورسين اتخطفت من حوالي خمس ستة اسابيع واحنا ما شفنا هاش وما نعرفش عنها اي حاجة ولما رحنا لمامتها المرة الاولنية قالت ان فيه ناس فعلا خطفوها تبع شغل باباها وبعد فترة عرفنا ان مامتها توفت وكل دا ونورسين مش موجودة واحنا مش عارفين نقصى لها احنا متأكدين ان النورسين في خطر بس مع الاسف باباها مش عارفة ازاي سلبي كده وما بيدورش عليها ولا عايز يطلب البوليس لان اللي خطفنها عايزين منه مبلغ كبير ياه معقول مخطوفة هو فيه في الزمن ده حد بيقدر يخطف حد انا مش عارف مش عارف اقول ايه بس انا مش هسكت انا لازم ابقى معاكو يا بنات ما تقلقوش انا هبقى في ظهركو ولازم نعمل المستحيل علشان ندور على النورسين ونرجعها واتكمل دراستها احنا خلاص الامتحانات فاضل عليها اسبوعين والبنت لو ما امتحانتش مع الاسف هتضطر تعيد السنة لا 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 انا مش هسكت ما تقلقوش انا هفضل معاكو اما ممتها الله يرحمها دي لما تعرف هتتقذي وهتزعل جدا نفسيتها هتتجرح بجد يلا يا بنات روحوا دلوقتي ونتكلم بعدين اما نورسين كانت عمالة تفكر كتير قوي من كتر التفكير غرقت في النوم وكانت عمالة بتحلم بأسد كان كل احلامها عنه وعن شكله نفسها جدا يقلع الوشاح وتشوف شكله على الحقيقة يطر امور ويطار لون شعره ايه لكن وهي نايمة دخل عليها أسد واول ما دخل لقاها نايمة كان فرحان جدا انها نايمة ومش هتحس بيه لكن أسد قرب عليها وقعد جنبها على السجير وكان عمالة تفرج عليها وهي نايمة وهي شبه الملاك شبه الاطفال كان بيقول بينه بالنفسه هتوحشني قوي انا مش هارف اقدر عيش حياتي من غيرها ازاي انا كنت اول ما بصح منهم لازم ايجي علشان ابص فرشها الجميل فاجأة حطي ايده على قديها لقيها ساقعة متلجة طلع يجري بسرعة وراح على قطه وجاب منها بطنية وغطوها بالبطنية وابتدى يحس انها ارتاحت لانها فعلا كانت بردينة علشان اللبس اللي كانت لابسها خفيف قوي واول ما خطفها كان في اواخر الصيف لكن في الايام دي ابتدى يدخل الشتاء علشان كده كانت صعبانة عليه واول ما غطاها كان عمال يبص عليها وبعدين سابها ومشي لكن نورسين كل ده ما كانتش نايمة كانت عاملة نفسها نايمة علشان تشوفها وهيعمل معاها ايه واول ما طلع من القوضة وقفل الباب صحية نورسين وقعدت على السرير وكانت فرحانة قوي كانت حاسة من جواها انها طيرة من السعادة اول مرة حد في حياتها يحسسها بالاهتمام ويحسسها انه بيحبها بالشكل ده كانت حاسة من جواها انها بتحبه بس ما كانتش مصدقة ان هو ده الحب لانها اول مرة في حياتها تعرف يعني ايه حب لكن اتدت تحزن وتزعل تاني اول ما افتكرت انها اخر يوم هتشوف فيه اسد النهاردة لان اول ما تسحى من نوم تاني يوم اسد قال لها انها هترجع لأهلها وكملت نوم وهي برضو بتحلم باسد وبتحلم بشكله لكن وهي نايمة دخل سعد دخل عليها واحدة واحدة وفجأة والحد هنا تكون نهاية حلقة النهاردة يارب تكون عجبتكم واتمنى لو عجبتكم ياريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة واتمنى تشايروا قصة على الفيسبوك ومع كل اصدقائكم ولو حبيين نزل الحلقة القادمة بسرعة جدا يبقى ما تنسوش تشجعونا باللايقات كتير علشان نستمر في نشر القصص وحب اقولكم اني نزلت رواية جديدة حلوة جدا على قناتي التانية قصص حب اسم الرواية احبابتك دون علمي من اجمل الروايات الرومانسية اللي ممكن تشوفوها كل اللي يتفرج على الرواية يكتب لي تم علشان كل اللي هيشترك في القناة ويفعل زر الجرس على كلمة الكل ويتفرج على الرواية هيكتب لي كلمة تم وبطلة الرواية الجديدة على قناة قصص حب هتكون على اسمها يلا بسرعة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتكتبوا تم علشان تكوني اول واحدة علشان نختار اسمك وتكوني بطلة الرواية الجديدة القناة هتلاقوها على المنتدى وكمان نزلت رواية جديدة حلوة قوي كاملة لعشاق القصص الكاملة على قناة التالتة اسمها روايات ايمان اسم الرواية متيامة جسار رواية جديدة حلوة جدا وكمان رومانسية ما تنسوش تشتركوا في قناة التالتة وتشجعوني علشان أستمر في نشر القصص على طول نورسينة فجأت أول ما لقيت سعد واقف قصدها وهي كانت نايمة وصحيته لقيته بيقول خلاص يا بنتي الحمد لله انت هتمشي من البيت ده تماما ومش هتيجي هنا تاني انت ما تتخيليش أنا فرحان لك قد ايه انت أول شخص يكون موجود في المكان ده ويطلع سليم معايش على رجليه علشان كده أنا فرحان لك وما تزعليش مني علشان قصدت لك شعري انت سعبتي علي قوي لما حلفتيني بولادي ردت عليه نورسين وقالت ومين قالك بقى ان أنا فرحانة اني همشي من هنا بالعكس أنا زعلينا قوي تخيل اني كنت مبسوطة معاكم طبعا انت مستهربني لكن هي دي الحقيقة أول واحدة في الدنيا كلها تكون مخطوفة وتكون فرحانة قوي وسعيدة بالخطف ده على فكرة أنا عايزة أقولك معلومة صغيرة أسد ده طيب جدا قطيب شخص شفت في حياتي وإحنا ينبطريقة مش معقولة بس مع الأسف الظروف اللي خليته يبقى كده الرد عليها سعد وقال ياه معقول يعني انت فرحانة انك مخطوفة وعيشة معانا هنا وزعلانة كمان علشان هتروحي لأهلك غريب أنا أول مرة أشوف كده في حياتي وبالنسبة بقى لأسد باشا أنا عارف الله انه هو طيب وقلبه حنيل وبيهنش عليه إزي حد وعايز أقولك معلومة صغيرة عمره مخطف حد هنا غير لما يكون فعلا يستحق الخطف والقتل كمان أما النورسين قررت انها تروح تسلم على أسد علشان كانت حاسة انه هيوحشها جدا النورسين فضلت تخبط كتير على باب أسد علشان تسلم عليه قبل ما تمشي لكن مع الأسف ما فتح لهاش الباب النورسين زالت أكتر وحزنت ومشيت أما أسد هو كمان كان قاعد في القوضة ومرضاش يفتح لها الباب لأنه بيكره الوداعة وهو كمان من جواه كان حاسس انه زعلانه متضايق لأنه هيسيب النورسين وهو واصق ان النورسين لما تمشي مش هينفع يشوفها تاني وكان ابتدى يتعود عليها وبتدى يقرب منها كمان علشان كده كان قاصد انه ما يفتحش النورسين أما النورسين خلاص تبوها وروحت بيتها وأول ما روحت البيت كانت بتنادي على مامتها يا ماما يا ماما يا ماما نورسين أنا جيت انت فين وحشتيني ايه دا؟ هي ماما راحت فين؟ يمكن مسافرة مع بابا أكيد أكيد راحت البلد ماشي يا ست ماما أنا بقى مش هتصل بيك علشان أول ما ترجعه تلقوني في البيت وهتكونوا مبسوطين قوي ياه نفسي ترمي في حضنك يا ماما والطبطبي علي وتحدنيني النورسين كانت منتظرة مامتها بشوق كانت وحشاها جدا أول ما دخلت قدتها كمان كانت قدتها وحشاها ياه سريري حبيبي نفسي اخدت بالحضن نورسين أخدت الشوار بتاعها وغيرت هدومها وكررت إنها تروح لآية صحبتها لأنهم كانوا وحشينها جدا على مامتها ترجع من السفر أما آية كانت بتتفرج على روايات إيمان بتنزل فيها روايات كاملة وآية بتحشاها جدا علشان كده كانت بتتفرج على فيلم كامل ياه روايات إيمان دي تحفة هي وقناة تانية كمان قصص وحكايات إيمان وهي بتتفرج فجأة دخلت نورسين لكن آية كانت مركزة مع القصة علشان كده ما كانتش حاسة أن حد معاها في القوطة نورسين اتسحبت وأول ما وصلت عندها قالت خير يا ستة آية ما بتفقريش كده في واحدة صحبتك اسمها نورسين وحشتيني وحشتيني قوي يا مجنونة انتي والمجنونة التانية آية فجأة أول ما شافت نورسين ما كانتش مصدقة نفسها ومش مصدقة أنها شايفها قصاد حنيها فرحت قوي من كل قلبها وهم اللي اتنين حضنوا بعض جامد جدا وبعدين آية قالت لها نورسين يا حبيبتي وحشتيني وحشتيني أنا مش مصدقة أني شفتك تاني انت عايشة وحقيقية مش بيتهيق لي يعني الحمد لله يا رب أنا يا مدعيت ربنا علشان أرجع أشوفك تاني يا نورسين الحمد لله يا حبيبتي قولي لي عملت إيه واللي خطفك ده عمل فيك إيه بالزبط انتي مجنونة على فكرة علشان فضلت تقولي عايزة تخطف لغاية ما اتخطفتي عادوا هما اللي اتنين والنورسين قالت لها أقعودي بس أقعودي وأنا هحكيلك على كل حاجة من أول ما اتخطفت لغاية ما ارجعتلك مش أنا قلتلك ان الخطف ده طالع حاجة حلوة قوي هحكيلك على كل حاجة يا آية أين عام كنت مخطوفة وأين عام كنت بتعذب وقصولي شعري زي ما انت شايفة لكن الحمد لله بعد كل العذاب ده شفت فرحة وشفت دقة قلب أول مرة حس بيها بحياتي عموما سيبك من كل الكلام ده قولي لي أم الفين ماما انت دايما بتروح لها وتقعودي معاها قولي لي هي راحت فين أنا بقول أكيد راحت البلد صح أما أسد ابتدا يحس انه بقى زي المدمن مدمن نورسين عمال يفكر فيها ومش عايزة تروح من باله أول مرة يحس بالشهور ده وكان بيحاول يكدب نفسه ويقول لنفسه لا يا أسد ما ينفعش ما ينفعش اللي انت حسس بيه ده آي نعم عمرها ما حصلت قبل كده وقلبي دق بس أنا لازم أتغلب على اللي أنا فيه ده وهو قاعد بيفكر في النورسين لقى سعد دخل عليه الأوضة أول ما رجع على طول لما كان بيوصل نورسين وكان عايز يتطمن أول ما دخل سعد قاله كده تمام يا أسد باشا وصلت الأنسة نورسين لغاية بيتها كمان واتطمنت عليها لغاية ما طلعت البيت وشوريتلي من فوق كل اللي حضرتك عايزه تم الرد عليه أسد وقال سعد أنا عايز أطلب منك طلب يا سعد اعتبر الطلب ده شخصي أنا عايزك ترقب نورسين يعني زي ما انت عارف أبوها ده رجل شراني وتاجر سلاح كبير يعني ممكن يزيها أو يعمل فيها حاجة واللي أنا عارفته أنه هو أصلا مش أبوها أنه جزء أمها والنورسين لما كانت مخطوفة معانا هنا مومتها توفد وهي ما تعرفش الرد عليه سعد وقال حاضر يا رايس عندك حق أنا مش عارف أقولك إيه أنت بجد طيب والنورسين كمان طيبة زيك أما سعد ساب ومشي وراحة لشان يرقب نورسين وياخد باله منها بمعنى أصح زي ما أسد وصاه بالضبط أما بقى نورسين فضلت تتكلم مع آيا وفضلت تحكي معاها في كل حاجة حكت لها كل اللي حصل بينها وبين أسد والنهزة علينا ومت دايقة علشان سابت أسد ومشيت كانت عايزة تبقى معاه وقد إيه أسد إنسان طيب جدا وحنين وكانت بتحس بحنيته لما كان بيغطيها أو كانت بتيجي تقع وهو اللي كان بيلحقها أما آيا كانت مستمتعة جدا وهي بتسمع قصة بتاعتها كانت حاسة أنها مبسوطة وفرحانة لأن صحبتها لأول مرة في حياتها قلبها يدق لكن برضو كانت قلقانة لحسن تسألها على مامتها ودي الحقيقة أول ما سألتها على مامتها قالت إيه؟ مامتك؟ أوه آه آه كنت بزورها طبعا طبعا كنت بروح لها كتير آه عموما يا ستي ربنا يوفقك بس ما ينفعش برضو تحبي خاطف ده أكيد قتال قتلة حاولي تنسي يا نورسين أما بقى بالنسبة لمامتك البقاء لله يا طرى النورسين هتعمل إيه؟ لما عرفت إن مامتها توفد ويا طرى أسد هيتصرف إزاي لما يعرف إن النورسين في خطر مع باباها النورسين كانت منهارة من الهيات أول ما عرفت إن مامتها توفد وفضلت تقول ماما معقول ماما توفد أنا مش مصدقة نفسي إزاي بس ده حصل يا آية قوليلي أنا مش عارفة حصني بحلم مستحيل ده أنا كان نفسي حضنها قوي كانت وحشاني كانت نفسي قوي أتكلم معيها كتير وحكي لها عن اللي حصل لي يا حبيبتي يا ماما يعني ماتت من كتر عياتها علي ومن كتر حزنها أنا مش عارفة بس إيه اللي حصل ده يا ربي أنا هموت وأشوفها نفسي أشوفها قوي أيا ردت عليها أيا وقالت اهدي بس يا نورسين الله يرحمها ادعي لها إنها تكون في الجنة هي أكيد في مكان أحسن من هنا بكتير بس على فكرة أنت عندك حق هي فعلا من كتر زعلها عليك يتوفق والله إحنا كنا بنروح لها كتير قوي وكنا بنطمن عليها معرفش إزاي حالتها تدهورت كده لغاية ما وصلت إنها ماتت أرجوكي بقى يا نورسين ما تعيطيش أنا لما صدقت رجعت شفتك تاني إن شاء الله هي تكون في مكان أحسن من اللي إحنا فيه بكتير قوي وربنا يعوضها خير في الجنة لو بتحبيها دعي لها لكن نورسين وقفت بكل غضب وهي بتقول لا أنا مش هسيب حق أمي اللي ماتت بسبب خطفي وأي حد هيكون السبب في الخطف ده أنا لازم أنتقم منه ولازم ياخد عقابه أولا هو بابا بابا اللي ما سألش فيه وما هنشع عليه حتى ينقذني من الخطف اللي أنا كنت فيه أما تاني واحد هو أسر هو السبب علشان خطفني وخلاني أبعد عن أمي وهو السبب في وفاة أمي لأنها كانت مأهورة علي أنا مش هسيبهم هما الاتنين لازم أنتقم منهم ولازم أخد بطاري وأخد حق أمي نورسين مشت أما آية كانت عمالة نادي على نورسين يا نورسين بس هتروحي فين دلوقتي يا بنتي تهالي بس باتي معي النهاردة نورسين ما ردتش عليها وراحت لباباها الشركة نورسين ما كانتش تعرف أنه جزء أمها لغاية اللحظة دي كانت فكرة أنه باباها وراحت له وكلمته بكل خطأ قاعد وسرحان ومبسوط قوي وعمل تقرأ في الجورنال ولا همك بنتك فين ولا مراتك اللي ماتت يا رب تكون مبسوط وتكون سعيد بعد ما حياتنا كلها تدمرت وإحنا التلاتة فترقنا أمي تحت التراب وأنا كنت محبوسة بين الأسود اللي كان وهينهاشه لحمه باباها تفاجئ جداً واتصدم أول ما شافها وطلع يجري عليها ومثل إنه فرحان وحضنها وقال لها إيه دا؟ نورسين الحمد لله حبيبتي إنك بخير أنت ما تعرفيش أنا كنت هتجنن عليك إزاي يا نورسين أنا قلبت الدنيا وكمان اتصلت بالبوليس بس مش عارف ما جلكيش علشان ينقذك ليه أنا كنت خلاص هوصل للإسم أسد ده علشان أخذك منه وحاول عقبه كمان على اللي عمله فيكي بس تطمني مش هسيبه نورسين ما صدقتش كلامه وزقته بعيدة عنها وقالت ابعد عني ما تلمسنيش إنت ولا أبوي ولا عرفك فيه أبي وبقلبه جاهد بالطريقة دي تسيبني وسط الأسود إنت ما تتخيلش أنا كنت بخاف إزاي وكنت بنام تول الليل وأنا مرعوبة وخايف أي أسد يجي أكلني وبالنسبة كمان للشخص اللي اسمه أسد اللي خطفني المرعب ما تعرفش كان بيعمل فيه إيه وقصوا لي شعري وبعدوني عن أمي وعنك كل ده وإنت عايش حياتك وأمي ماتت كل ده بسببك أنت بسبب شغلك الشمال أنا عرفت إنك تجر سلاح وهو ده السبب علشان كده اللي اسمه أسد خطفني أنا خلاص أنا بكرهك ومش عايز أعرفك تاني فجأوا هم بيتكلموا مع بعض دخلت بنت وهي بتقول بيبي اتأخرت علي قوي كل ده وانا قاعدة في العربية مستنيك يلا بقى يا حبيبي علشان نمشي الجو حر موت رد وقال أهلا 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 إزايك يا نانا 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 السكرتيرا الجديدة يا نورسين أحب أعرفك يا نانا دي بقى نورسين تكون بنتي أصلي يا نورسين أنا سبتها والله ملطوعة في العربية تحت علشان كنا رايحين ميتنج مهم حاضر يا نانا حاضر أنا خلصت كلام مع نورسين روحي يا نورسين على البيت وأول ما خلص شغل هاجيلك على طول إيه ده إيه اللي انت بتقوله ده أنا سكرتيرا سكرتيرت إيه بس يا بيبي انت لازم تعرفها الحقيقة ولازم تقول لها إن احنا اللي اتنين عرسان جودات وإننا لسه متجاوزين بقى لنا يومين اتنين بس بس طبعا بنحب بعض من زمان علشان كده هيا كمان لازم تبارك لنا إيه يا بيبي مخدود كده ليه يلا قل لها قل لها تقول لمراد باباها ألف مبروك وقبالك يا نورسين يلا قل رسيني في رجبيتي علشان تحصليني في جمعاتي النورسين سمعت الكلام ده وتعصبت جدا أكتر وكانت حاسة إنها خلاص في حالة مش طبعية وفضلت تسرخ وتزعق وتقصر في المكتب بأعلى صوت وهي بتقوله معقول معقول بعد كل ده بعد كل العشرة دي تخون الست اللي كانت شايلك الليل ونهار وكنت دايما بتيجي شارب بالليل وكان ممكن بكل أسوأ وكل جبروت تمد إيدك عليها وعمرها ما اشتكت تتجوز واحدة قد بنتك لا وإيه ماما ميتة من خمس ديام هي يعني أول ما أمي توفت على طول تجوزت واحدة غيرها أنا عمري ما هسامحك عمري في حياتي ما هسامحك على اللي انت عملت فيا بس أوعدك إن البوليس هيعرف كل حاجة هيعرف إنك تجر سلاح نانا بصيت له وقالت بقولك يا بيبي إحنا لازم نتصرف البنت دي بقت خطر على حياتنا لازم نخلص منها ومن الآخر كده لازم تكلم الجامعة علشان يخلصونا منها وبعدين الورث إن من أمها لازم ناخد كله وطالما هي رجعت من الخطف أنا مش عارفة هم أسابوها إزاي فطبيعي إنها هتاخد الورث كله وإحنا كنا حطين عيننا عليه وخد بالك هتوديك السجن الرد عليها وقال ما تقلقيش يا نانا أنا هتصرف وهكلم الجامعة هخليهم يروحوا لها لغاية البيت ويخلصوا عليها بقى ونخلص البنت دي فعلا بقت خطر علي وخطر على حياتي كلها أنا وانتي علشان كده ما تقلقيش يا نانا أنا هتصرف والنهار ده هم هخليها تحصل أمها طالما مأهورة قوي عليها خليها تروح لها ونخلص أنا عارف بس أسد ده ما خليش الأسود اللي عنده يأكلوها ليه ونرجع لنورسين بعد ما روحت بيتها وكانت عمالة تفكر في كل اللي حصل وكانت منهارة من لعيات ما كانتش عارفة ليه ليه بتفكر في أسد بالطريقة دي كان نفسها جدا يكون معيها في اللحظة دي وتترمي في حضنه وتعيط وتحكي له كل حاجة كانت بتفكر فيه كتير قوي أما أسد هو كمان كان بيبدلها نفس التفكير كان محتاجها جدا وكان حاسس ان البيت فضي عليه من ساعة ما هي مشي وكان قلقان عليها وخايف من جزء أمها وكان ندمان لأنه معرفهاش ان ده مش أبوها لكن وهو قاعد سرحان الباب خبط ودخل ساعد أسد أول ما شاف ساعد قام وقف بسرعة وقال له إيه يا ساعد قول لي إنت كنت بترأيب نورسين كويسة هي كويسة أنا عايزك تعرفني كل حاجة عن حياتها كل حاجة حصلت معاها من ساعة ما مشيت من هنا بالتفصيل الممل أو عايكون جزء أمها ده حاول يأذيها في حاجة ده لو جي جنبها أنا هاكله بسناني ساعد إنت ساكت ليه قول لي نورسين في مشكلة رد عليه وقال مع الأسف رايز في مشكلة كبيرة وعندك حق توقعاتك صحيحة دايما فعلا جزء أمها ما تكلم الرجالة النهاردة علشان يروح يخلصوا عليها بالليل في بيتها البنت دي طيبة جدا وغلبانة أنا من أول ما شفتها ويا صعبان علي أسد باشا حضرتك لازم توقف جنبها ما ينفعش تسيبها لوحدها وبعدين ده أمها كمان ماتت من كتر حزنها عليها لما انت خطفتها من ساعتها وأول ما عرفت إن أمها ماتت وهي بتعيط أسد رد عليه فورا وقال سعد دلوقتي حالا تجهز لي العربيات وتجهز لي كمان الرجالة وكل الأسلحة اللي باخدها معايا في أي عملية دلوقتي حالا وبسرعة أنا لازم أروح لها مش هينفع سيبها لوحدها لكن قرسين كانت وهي بتعيط كانت بتقول ياه ده أسد وحشني قوي أنا نفس أشوفه نفس أن تقم منه عن اللي عمله معايا علشان هم والسبب في موت أمي بس مش عارفة ليه نفسي أشوفه وحكيله على كل حاجة حصلتلي ده الإنسان الوحيد اللي حستت معاه بالأمان وأول مرة في حياتي أحس إن أحد حنين معايا كده ياه نفسي أشوفك قوي ياطارة أسد هيتصرف إزاي علشان يحاول يحمي نورسين وياطارة هياخدها معاه ولا إيه اللي هيحصل بالزبط وياطارة نورسين قوي ما تشوفه هتحاول تنتقم منه لإنه السبب فوقفات والدتها وولا هتترمي في حضنه وتحكيله كل حاجة ترجمة نانسي قنقر